أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على اتباع أرقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة وإعدادهم وتأهلهم على جميع المستويات وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب وخلال حضوره جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحق بعدد من الوظائف في الهيئة التابعة لوزارة النقل أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من اختبارات المتقدمين للالتحق بعدد من الوظائف في الهيئة التابعة لوزارة النقل وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتعزيز جهود اختيار أفضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين وفي ذلك الصدد أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتباع أحدث المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء أفضل المتقدمين للوظائف العامة واعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات وفقا لوسائل وبرامج التدريب الشاملة مشيرا إلى أن ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب إعداد أجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة وكذلك بذل أقصى جهد لإعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد أبنائها من الشباب شكرين جداً مصنع طيب اشتركوا في القناة شكراً شكراً